السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقولك أن نعرض عن أهم عشر أطعمة غنية بعنصر الحديد الحديد من العناصر المهمة جداً لجسم الإنسان ونقصه بيسبب انخفاض في نسبة أو مستوى الهيموجلوب في الدم فبيسبب الأنيميا اللي كلنا عارفينها نقص الحديد بيسبب خلل في مستويات خلايا الدم الحمرة لأنه بيدخل بشكل رئيسي وأساسي في تكوين الهيموجلوب اللي مسؤول عن حامل الأكسوجين لكل الخلايا في الجسم من أهم الأطعمة الغنية بعنصر الحديد اللحم البقري والكبد البقري صفار البيض الفواكه المجففة زي الخوخ والمشمش والطمر السبانخ المحار والسلمون المكسرات زي اللوز والفول السوداني بزور القرع العسل الأسود البقليات زي الفول والعاتس والفصولية والحمص البرتقان والفطر والبطاطس الكمية اللي تحتاجها النساء من الحديد يومياً من سن 19 إلى 50 سنة 14.8 من 10 ملي جرام من الحديد أما الرجال في نفس العمر تحتاج إلى 8.7 من 10 ملي جرام من الحديد يومياً النساء الحوامل بتحتاج نسبة كبيرة من الحديد بتحتاج 27 ملي جرام من الحديد يومياً كده يبقى احنا تكلمنا عن أهم 10 أطعمة غنية بعنصر الحديد بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شهيره غيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته